موسيقى سيدة الإنتاج وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد هي ابنة عم طور الشفية متزوجة من السيد يوسف نجد وأم لثلاثة أولاد كارول رايان وراميجو حائزة على دكتورة دولة في القانون من جامعة باري 1 بانتيون سوربون بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى تحت موضوع تفعيل النظام الضريبي في لبنان تتابع حاليا دراساتها التنفيذية في كلية كيندي بجامعة هارفرد في أمريكا في تخصص السياسة العامة 2019-2021 وقد أنجزت أول برنامج من هذه الدراسات حول السياسات والإدارات الضريبية في دراسة مقارنة في العام 2000 عينت الوزيرة عبدالصمد عدوا في أول فريق عمل إحداث وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في لبنان ولها مساهمات في هذا المشروع هي عضو فاعل في انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لمنع تآكل وتهريب الأرباح وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجموعة العشرين تم اعتمادها في العام 2016 من صندوق النقد الدولي كخبير متخصص لتقييم الإدارات الضريبية في العالم وقد قامت بأول مهمة ميدانية في هذا المجال في تونس في آذار عام 2018 هي أستاذة محاضرة في الجامعة الأمريكية في بيروت وفي جامعة القديس يوسف منذ العام 2009 كما تتولى الدكتور عبدالصمد التدريب الدوري في معهد باسل فليحان للتدريب في نقابة خبراء المحاسبة وتتولى حاليا المشاركة في المؤتمرات وإدارة جلسات حوار وإلقاء محاضرات في عدة ميادين مالية وضاربية في لبنان والخارج حائزة على العديد من الأوسمة والجوائز العلمية والعملية وعلى الصعيد الأكاديمي نالت عبدالصمد عام 2010 جائزة جمعية التكريم الدولية بيتا جامع سيجما وقد أطلقت الدكتورة منال عبدالصمد وزيرة الأعلام آلية ومعايير جائزة بيروت للإنسانية تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمأساة انفجار مرفأ بيروت الدكتورة منال عبدالصمد وزيرة الأعلام في حكومة تصريف الأعمال هي ضيفة سيدة الإنتاج مساء الخير مشاهدينا عبر مريم تيفي وسيدة الإنتاج ضيفة اليوم سيدة الإنتاج وزيرة الأعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد نجد أهلا وسهلا فيك معالي الوزيرة دكتورة منال سبقوا كان لنا الصدافة لك باليوم العالم للمرأة ولكن بسيدة الإنتاج أكيد بتكليل هالبرنامج بوجودك عبر مسيرتك الإنتاجية الطويلة مثل ما شاهدنا بالدوكومنتر اللي مرأة درتي تتركي بصمات بالقطاعات اللي اشتغلت فيها أن بالقطاع المالي أو الإعلامي أو الأكاديمي تعليم بالجامعة ماذا أنتجت هيك بشكل بانوراميك سريع الدكتورة منال عبدالصمد المجتمع؟ أول شي بتشكرك ستريما لأنه دايما أنا بحب تكون كمانا محال ما بتكون المرأة موجودة ومحال ما بتكون رائدة وهلأ عرفت كمانا أنه فريق العمل جزء كبير منه هو نساء وهذا بشجع على أنه دايما نحنا نكون عم نشجع المرأة وين ما بتكون وأنا بعتبر أنه اللي أضفته وين ما كنت بصرف النظر باية موقع هو ثقافة جديدة يلي هي ثقافة الشفافية ثقافة العمل لمصلحة البلد للمصلحة العامة لأنه هيدا الشي ما بيختلفوا على اثنين وما في قاموا سين لن ترجموا وبالنهاية بوصل لنتيجة أكيدة هو أنه العالم والناس بعيشوا بالظروف أحلى وبعيشوا براحة بال وبالنهاية بالخدمات وبالإطار يلي مفروض أنه دولة تأملون يلي منال عبدالصمد اليوم أنت صورة جميلة عن المرأة بالمضمون وبالشكل حبتك العالم وقت أطلعت وزيرة أعلام وشافت صورة رائعة عن وزيرة أعلام دائما كنا نرى وزراء أعلام رجال كانت منال عبدالصمد نموذج جديد عن صورة المرأة بالقرار بالمؤسسات اللي بتقرر أدي قدرت الدكتورة منال عبدالصمد تعمل خرق وتغيير من موقع كوزيرة أعلام في لبنان كموقع كوزيرة أعلام بداية مثل ما قلت يمكن أول وزيرة أنصة بتكون بهذا الموقع ولكن أنا حبيت أنه ضلني مثل ما أنا وبنفس الطريقة اللي كنت اعتمدة بمهنتي السابقة وبكل مسيرتي سواء المسيرة المهنية أو العلمية أو حتى الاجتماعية كان دائما تركيزي على الصدق بالتعاطي تركيزي على أنه دائما نكون محضرة حالي لأي ملف أو أي أمر بيكون عبواجه حتى يمكن لما فتنا على الحكومة وعلى مجلس الوزراء كنت دائما نفوت بكل ملف وإقراء بطماعهم وعطي حقه وجرب أني راجع كل النصوص اللي هي بتقدر تعطينا يمكن الوقائع سليمة لحتى نبني عليها حلول وقرارات سليمة فجيمكن أعطيت طابعة جدية على كل الأمور اللي كنت عم بشتغلها الأمور اللي فيها رأيي كنت أعطيها حقه وكمان أعطي رأيي بصراحة ما كنت ميز بالقرارات لاعتبارات طائفية أو سياسية أو حزبية أو زبائنية أو شخصية كان دائما نحط قدامي أنه راعي دراسة الملفات بموضوعية هذا الشيء بخليك دائما تكون متناسقة مع نفسك يعني بكون فيه نوع من الثبات بمواقفك وبنفس الوقت بتأثر على سئة العالم فيك وهالشيء كمان بينعكس على تعاطي الأشخاص معك وهي دا ترجمناه كمان بعدة محلات بسئة المؤسسات والمنظمات حتى الدولية بشغلنا يعني صارت تعامل على القطعة مع الأشخاص لأنه هي عبارة عن مسيرة من الجدية بالتعاطي مع الأمور ومثل ما أنا أعطاء الأهمية اللازمة والموضوعية وبالنهاية نحن بموقع القرار لازم نكون مسؤولين ومسؤوليتنا بتقطد أن نكون جديين بالتعاطي مع الملفات نعم معالي الوزيرة كنتي الوزيرة النشيطة في هذه المرحلة وأثبتت ذلك ولازم وبملف كورونا تحديدا يعني أخذت جزء منه الجزء الإعلامي على عدقك وكنت يعني صوت الإعلاميين وكنت بدك الأولوية تكون لألون باللقاح أو الإرشاد أو التوعية وتغريداتك بتعتبري حالك قدرت تنجح بهيدا الملف نوعا ما أو هناك بعض الثغرات اللي يمكن وقفة حاجز بدربك أو عرقيل وضعت لإلك من جهات تانية دايما محل ما بتشتغلي وين ما بتكوني عم تنزل ويكون في عرقيل بالعكس أنا بقول لما يكون في عرقيل بتكوني أنت على الطريق الصح لما يكون في عرقيل بيكون في ناس يمكن بتتدارب مصالحهم مع هالمصلحة العامة فأنا بشوف أنه العرقيل ولا مرة كانت هي عائق قدامي لحتى كفاءة مشروع بموضوع تأمين مصالح الإعلاميين أنا كنت عم منطلق مثل ما قلتلك دايما أنه بشوف شو هي المشكلة الأساسية والضروري أن نغوص بالمشكلة الأساسية منضيع بمتيهات يمكن التضليل الإعلامي ببعض المحلات أو التضليل يمكن لأسباب لمنافع شخصية بمحلات أخرى فعلى هالأساس أنا كنت عالجة سواء بموضوع المواقع الإلكترونية اللي حاليا منا منظمة بأي قانون وهذا عم بأثر على حقوقهم للإعلاميين بهذا المجال سواء بمحل تلقيح الإعلاميين يلي هني كمان يعتبروا بالخطوط الأمامية ومن الضروري حمايتهم سواء من ناحية أيضا حماية الإعلاميين من التعرض لأي اعتداء سواء لفظي أو جسدي عم بيتعرضوا له أثناء تغطيطهم الإعلامية وهذا كمان عم بنسق فيه مع وزارة الداخلية ومع وزارة الدفاع ومع الجهات المعنية وقريبا في عنا كمان شيء من هذا القبيل كمان هذا بتساعد لأننا نحن نكون عم نبني إعلام طالما نحن نرعى هذا القطاع الضروري يكون عم نبني إعلام على أسس متينة وبيئة جيد يعمل بها من دون أي خلافات أو أي ضرر يلحق بهم وهذا شيء كمان عم يترجم حتى بتصنيفنا بحريط رأي والتعبير نحن عم نفوت بتحليل لكل النقاط أو العوامل يلي قدت إلى تراجع لبنان بمرتبته العالمية لحتى نقدر نشوف وين فيه إمكانية لنصحح جزء كبير مننا يتطلب تعديل أنون الإعلام ونجحنا أن نوصل أنون الإعلام لآخر مرحلة قبل الهيئة العامية اللي هي من بعد ما تم الموافقة عليه بلجنة الإدارة والعدل وأيضا بجزء آخر من ناحية حماية الإعلاميين وغيرها فلأساس نحدد المشكلة على ضوء كل العوامل وكل الحلول والبدائل الأخرى صارت سهلة أن نشخصها ونعالجها كيف كانت علاقة الدكتورة منال عبدالسامد مع نقابة المحررين مع القطاعات النقابية بالصحافة كيف تقبلت فكرة التفاوض أو مين كان سيد القرار هون في مطرح حصو الصحفيين أنه ما في فريق واحد بملف كورونا على تنسيق تهم صح هيدا الشيء أو لا؟ هلأ أنا هيدا أمور تفاصيل ما بحب كتير فوت فيها بس خليني أقولك أنا من أول ما جيت كمان على الوزارة أنا بآمن بدور النقابات لأنه نقابات بكل دول العالم هي يلي بتطالب بحقوق الجهات العاملة يلي منتسبة لإلها وعندنا النقابات هي غير إلزامية غير إلزام الانتساب لإلها ولكن من الضروري الانتساب لإلها لأنه هي بالنهاية بتحمي حقوقهم وكان هدف الأساسي أنه بأي قرار له علاقة بالإعلاميين وبالإعلام أنه يكونوا النقابات هي مشاركة بكل هذه الأعمال ونكون عم نشتغل كفريق واحد هلأ بوقت من الأوقات مزبوط بموضوع كورونا كنت أنا أول ما دعايت لاجتماع بمكتبي عندما طرحت فكرة تطعيم الإعلاميين لأنه من بعد ما ريت كذا مقال خارجي بيعتبرهم كمانا هن بالصفوف الأمامية وبيشجع على أنه يكونوا هن الأوائل بأخذ اللقاح فبدرت بدعوتهم لمكتبي لحتى نشوف آلية مشتركة لأنه قلت لهم دايما بآمن بالتعاون نحنا فريق واحد وغيرها نحنا ما عم نتواجه نحنا عم نتعاون ومن الضروري أن نعتمد هذا الأسلوب بعهدك ظهر قانون الإعلام بسيغته النهائية وعلنتي عنه القانون المعدل ماذا تغير في هذا القانون وعلى أي أسس بنايته؟ مثل ما بتعرفي ستريمو قانون الإعلام هو اقتراح القانون هو يبلش من 2010 يعني بعدنا نحنا بمسير التعديلات مشتروع القانون أو اقتراح يعني لأنه في مشروعين ظلوا بإطار تعديل تعديل مستمر لحديك موصلنا لهلا ايه لوصلنا لهلا أنا لموصلت بال2020 كنت عرفت أنه وصل للمرحلة النهائية برجنة الإدارة والعادل وعرفت أنه قطع على وزارة الإعلام وأبدت رأيها فيه ولكن بما أنه قطاع الإعلام هو بتطور مستمر وحتى لحين إقرار القانون بيكون كمان صار بده تعديل لقيت أنه من الضروري أنه نرجع نعيد النظر فيه وأيضا ادخال بعض التعديلات عليه وبالفعل وزارة الإعلام هي عمدت إلى إجراء تعديلات جوهرية عليه يعني كان ما يشبه اقتراح القانون جديد كنا بمرحلة بتموز تقريبا قبل ما تستقيل الحكومة وسلمنا بشكله نهائي أيضا بهذه الفترة وأكيد مش على شكل مشروع عنون لأنه يعني قطع كمشروع عنون من مجلس الوزراء فقدمنا ملاحظاتنا عليه وأخذت لجنة الإدارة والعادل بيئة العديد من هذه الملاحظات يمكن أبرز هالملاحظات هي أنه نحن نخلق هاي أنازمة للإعلام لتنظم عمل الإعلام وبس نقول هاي أنازمة ما منحكي بس أنه من ناحية الرقابة ومن ناحية العقاب وغيرها أنا دايما بقول أنه تنظيم العمل هو بيخدم الشخص ما بيئزيه لأنه بكون عمد يحدد له إطار عمل بيحميه وبكون عمد يضع له نوع من الضوابط أو الأحكام المعترف فيها عالميا والمتعارف عليها كمانا بالممارسة وبالتالي هيدا الهيئة النازمة كمانا لحظنا دايما نحن نطلع على جانب المساوات بين المرأة والرجل وكمانا لحظنا أنه يكون بالهيئة النازمة تعادل وتساوي بين عدد النساء وعدد الرجال ولاحظنا كمانا أنه هاي النازمة يكون هي مش معينة من قبل مجلس الوزراء أو النواب لحتى ما يكون فيه سلطة كمان سياسية عليها وما يكون فيه محاصصة سياسية نحن كمانا ترحنا بقلب هالمشروع الأنون أنه يكون يتم انتخابه وهالانتخاب من خلال النقابات نقابات المهنية الإعلامية من خلال أصحاب الاختصاص حتى من نقابة المحامين يكون فيه مختصين وغيرها هاي دي كلها عملت هيدا التغيير النوعي وفيه عدة أشياء البعض مشوا فيها البعض يعني تجمدت مثل موضوع توحيد المنصة الإعلامية العامة للقطاع العام لحتى يكون فيه عنا منصة إلكترونية موحدة تليفزيون وراديو ووكالة لحتى هي تبس رقميا هاي دي يعني ما تم أرجئت بالبحث وعدة أمور أخرى الغاء الجريمة الغاء العقاب الجزائي على الإعلامة وكل هيدا القصاص فعلى أمل إقراره بلك أكيد بساعد لحتى نخص حول الإعلامية مواقع الإلكترونية وفوضى المواقع هناك مواقع جدية تنافس الصحافة المكتوبة وتنافس الإعلام المرئي والمسموع وبالمقابل في مواقع كلمة دكاكين يعني في ناس مخصن بالصحافة وعندهم مواقع وعم بيزاولوا المهنة باسم الصحافة وهناك كتير أخطاء وارتكابات مميتي يعني بالمجال العام عم نشوفها وبتطلع إلى الخلفية بتلاقي أنه هول أصلا منهم صحفيين كيف ممكن هون ينحط عبر أيضا هذا القانون حدود لترخيص للإعلام الإلكترونية لأنه صار في كتير بالمجال العام إعلامات إلكترونية إذا بدك ومنهم متخصصين؟ مثل ما قالت لك بعضهم لحديث هلأ المواقع الإلكترونية غير منظمة قانونا هذا الشيء نحن لحظناه بقلب قانون الإعلام نحن أكيد منرفض أن يكون فيه ترخيص وموافقة على أي موقع لحتى ما يكون فيه نوع من الرقابة المسبقة على هذه المواقع ولكن فيه نوع من الإجازة بهذا الموقع ونكون حصلنا على معلومات أولية مثل منجمع قاعدة معلومات للمواقع الإلكترونية والمهنية أكيد بنميز بين المهنة وبين المواقع الشخصية أو الفردية هذا الشيء بالقانون أكيد بحل جزء كبير من المشكلة الجزء الثاني هو الفوضى الإعلامية الموجودة اللي هي من ميلة عندنا مواقع إلكترونية غير مهنية ومن ميلة عندنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي عبارة عن تعليقات ومواقف شخصية كمان بتأثر على الساحة الإعلامية بهذا الموضوع عم نشتغل على نوع من الأكيدة التوعية العامة للجمهور لحتى يميز بين الخبر الصح والخبر الغلط كمان في الفيك نيوز اللي حكيتي عنه بفترة معينة نحنا كمان خلقنا بينتشر عبر الواتساب وواقع التواصل الاجتماعي ما في شيء بيوقفه بيرجع نعم نحنا كوزارة إعلام نحنا بداية عندنا الوكالة الوطنية للإعلامية اللي هي بتصدر الخبر وهون مصدقية هيدا الخبر هو بيأدي لأنه كل شخص بده يتحقق من صحة خبر معين بيرجع للوكالة اللي يشوف إذا أدرج لهيدا الخبر أو لا عملنا مؤتمر كبير كمان عن الفيك نيوز وكيف طريقة التحقق من صحة الخبر عملنا كمان موقع بوزارة الإعلام موقع إلكتروني لتحقق من الأخبار الكيز كمان فيه واحد يرجع لخبر ليشوف إذا صح أو غلط ونحنا هلأ بإطار منعتبر أنه مواجهة المشكلة بصورة فردية ما بتعمل الوقع مثل ما نوجهها على مستوى جماعي وعلى هالأساس كان اقتراحنا بجامعة الدول العربية بمجلس وزراء الإعلام العرب أنه يكون فيه لفته ويكون فيه هدف أساسي لهيدا السنة هو الإعلام الإلكتروني يعني كنا عم نحكي والوزير الإعلام السعودي كمان كان له رأي أنه دايما عم بكون فيه لوائح من التوصيات بنهاية اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب خلينا نحدد هدف أو هدفين لكل سنة ونحققهم فكان اقتراحي أنه لي ما بكون هالسنة هو هدفنا التحديات التي تواجه الإعلام الإلكتروني وشو هي توصياتنا على مستوى الإعلام العربي لأنه هيدا التحديات هي عامة وإجمالا متشابهة بكل الدول وخاصة الدول العربية لدينا نفس الهواجز تقريبا على هالأساس رح نطلع بتوصيات بهالأشهر المقبلة وهيدا التوصيات رح نقدر أنه أكيد نضغط فيها على المؤسسات التكنولوجية الكبرى مثل جوجل مثل فيسبوك مثل أبل وأمازون وغيرها ونتفليكس وكل المواقع اللي عم تبس بالنهاية محتوى إعلامي بأثر على الجمهور لحتى نساعد أن يكون في عنا نوع من الميثاق بيننا وبينهم حول ما يجب وما لا يجب نعم لأنه أكيد ديما الاتحاد الجماعي بيعمل ضغط أكبر على أي قرارات أحلى ما نكون عم نعمل قرارات بشكل فردي فهيدا أنا برأيي هالجهدي اللي عم بينا عمل بالفعل هلأ نحن عم نوضع خطة لهيدا الإعلام الإلكتروني باللبنان التحديات اللي عم توجهنا نحن لنبعتها لهالجنة لأن لبنان طلب أن يكون عضو بهالجنة وعلى ضوءة نحن بنطلع بتوسيات عامة ومن بعدها أكيد بيتحدد إنعكاساتها على لبنان نعم بمصر وبتمثيلك بهذا المؤتمر لمزراء الإعلام العرب كان لك موقف لافت ومن هناك أطلقتي بالتعاون معهم أنه تكون بيروت عاصمة ثقافية بفتكر 2022-2023 يعني بعد الانتخابات وكمان أعلنتي عن جائي والتقيت هناك الرئيس المصري السيسي أداي كانت الوزيرة منال عبدالصمد كامرأة هلأدي حضورة طاغية هناك على كل المشاركين وعندها اللفت الكبيرة لوطنة لبنان وكانت فعالة بحضورة وبنتائج هذا المؤتمر يعني رحت وجبتي معك أنا بعتبر هيدا تجربة كان كتير تجربة ناجحة والزيارة كانت موفقة جدا والدعم كان كتير كبير وبإجمع من كافة الدول العربية ومش مظبوط أنه الدول العربية فيه ناس معنا وناس ضدنا كلهم معنا وكلهم بحبوا لبنان وبيحبوا يرجعوا كمانا يصيفوا بلبنان ويستثمروا بلبنان ولكن تعرفي في بعض الظروف يلي هي عم تعيق هيدا الموضوع بعتبر أنا كنت فخورة كمانا بتمثيل لبنان وكنت فخورة أنه الإمرأة الوحيدة بين الوزراء الوزراء الإعلام العرب وقلت لهم لازم مرتجين يكون عم مطالب أنه يكون عدد النساء كانت المشهدية رائعة يكون عدد النساء ممثلات بشكل أكبر وهذا شي بيكبر القلب يعني لبنان بيكبر هلا كان في توصيات عامية خاصة أنه أنت إمرأة نرجع من أولى أكيد ونحن بالنهاية أكيد نسعى مثل ما قالنا لخدمة كل شخص من دون أي غاية أو مصالح وهذا كتير بساعدك لأن تكون مثل ما قالنا متصالحة مع نفسك وعم تتعرضي الأفكار بشكل كتير مقنع فبهذه التجربة كمان أكيد عدا عن التوصيات العامة لأنه مثل ما أنه سواء الإعلام الإلكتروني سواء قد ما فينا الحد من الإبتزاز عبر الإنترنت الحد من ضرر الألعاب الإلكترونية وغيرها من الأمور اللي اقترحناها اللي هي بشكل عام كان في إلنا اقتراحين خاصين بالبنان وكمان مثل ما حكيت ستريما كان فيه قبول وأجماع بالموافقة عليهم أول قرار هو كمان كان استراتيجي أبعاده والتاني أبعاده إنسانية بداية توافق على أنه بناءً لإقتراح وزارة الإعلام توافق على أنه تكون بيروت عاصمة الإعلام العربية 2023 هذا بعد استراتيجي والإقتراح الثاني لوزارة الإعلام أنه نخصص جائزة لبيروت جائزة بيروت للإنسانية وهدفها إنساني بالنسبة للعاصمة بعد انفجار المارفة أكيد إذا بدأت بالعاصمة عاصمة بيروت عاصمة الإعلام العربية 2023 الاسم كتير كبير ولازم نكون نحنا على قد هيدا المسؤولية ولازم نحضر يعني معنا وقت لأنه عادة عم تكون اللقب للسنة التالية ضغرن إحنا رتقينا يكون للـ 2023 لأنه بـ 22 عندنا انتخابات وبعتبر مرحلة الانتخابات بيكون فيها إعلان أكتر ما بيكون فيها إعلام انتخابي فمشان هيك أنا بقول بيمثلنا أكتر هو يكون هو إعلام خالي من أي من أي شوائب أو بالفعل بيمثل لبنان لحتى نرجع ثقة بإعلامنا بمؤسساتنا بوطننا ويرجع بالفعل نضوي على لبنان كمركز رائد للإعلام بالمنطقة وعندنا كتير أمثلة وعندنا كتير تجارب تثبت على أنه لبنان هو رائد ومميز بالمنطقة العربية وبالعالم بتاريخه الحافل الإعلامي فهون نحنا بهاللقب بخلال السنة نكون نحنا عم نتعاون أكيد مع كل المنظمات المحلية والدولية مع وسائل الإعلام العامة والخاصة مع كل المستثمرين أيضا لحتى نضوي على لبنان كنقطة استقطاب للاستثمارات سواء بالمشاريع الإنمائية أو الإنتاج الإعلامي أو الإنتاج الدرامي وغيرها واللي هن كمان نتميز فيهم ونكون نحنا بل معه نصدر الإعلاميين المميزين اللي حقيقة في طلب كتير عليهم بكل دول العالم نكون عم نستخدم مستثمرين ليجوا يستثمروا بلبنان والشيء الثاني له طابع إنساني وهون استوحيته من جائزة نوبل للسلام لأنه نوبل قبل ما يتوفى بالألف تمامية وستة وتسعين هو حسب الزنب أنه صنع اخترع الديناميت وفعليا استعملوا للشر وكان الهدف منه الخير فأعتبر أنه لازم نخص الجائزة لكل عمل خير بيقوم في العالم من أي ناحية بين نواحي الفيزيك شيميه مات وغيرها أنا اقتبست من هذه التجربة لحتى علمها بأنه نوبل ضلت يمكن 10 أو 15 سنة لأول جائزة أعطيت فأنا اعتبرت أنه نحن كمان في ظل الجريمة المروعة وغير الإنسانية لانفجار المرفأ والتي تركت أثر بالقلب معنوي كمان كبير عند الكل ونحن من المتضررين مباشرة كمان فيه من الضروري أن يكون فيه لفته لكل عمل إنساني لتشجيع الأعمال الإنسانية وتشجيع الموضوعية والحيادية بالتعاطي وكوني أنا أرعى قطاع الإعلامي كمان اعتبرت أنه لازم نكرم أي عمل صحفي هو يدعو إلى الإنسانية يراعي الموضوعية والحيادية بالتعاطي مع الملفات تحقيقا لا العدالة واحقا للحق وبهالشكل نحن نكون كمان نشجع الإعلام الجيد والإعلام الإيجابي فبدل ما نعائب يعني مش بس نعائب الإعلام السيء نكون نحن ضوينا على الأشخاص اللي لازم يكونوا مثال بهذا العالم الإعلامي الرائد أكيد على أمل توفيق أنتي كنتي سفيرتنا سفيرة الكلمة إلى مؤتمر وزراء العرب نحن مشاهدينا رح نتابع معكم ومع وزيرة الإعلامي دكتورة منال عبدالسامد بعد دقيقة خليكم معنا مشاهدينا نتابع عبر مريم تيفي وسيدة الإنتاج مع ضيفة وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال دكتورة منال عبدالسامد اللي رح تابع مع حواري وعن مسيرة إنتاجها رح أتوقف عند الإعلام الرسمي معك معالي الوزيرة وأنت اشتغلت على أيضا تطوير هذا الإعلام الرسمي بيشقه المرأة تليفزيون لبنان الإزاعة الإزاعة اللبنانية والمكتوب الوكالة الوطنية للإعلام ما الجديد الذي أضفتي منال عبدالسامد على تليفزيون لبنان زاكرة كل لبنان والحنين والماضي والمستقبل لأنه أنا بيعتبر مثل ما قالت ستريم على الإعلام الرسمي هو إعلام كتير مهم بس هلأ كمان تغير طبيعته تغير دوره صار إعلام عام وليس إعلام رسمي فقط بينقل مواقف الحكومة وبالتالي نحن على ضوء هذا التغيير بالدور لقينا من الضروري أنه هيدا الإعلام كون عم يحاكي حاجات الجمهور كون عم نلمس منهم شو هني حاجاتهم وبنفس الوقت بنعطيهم نوع من الأخبار يلي بتقدر تخدمهم ومنشان هيك عملنا نحن حملة مع عدة جهات مثل مثلا لتشجيع الصناعة اللبنانية قدرنا أن نخلق من التحديات نخلق فرص فكان في عنا تحدي كورونا قدرنا نحول لفلصة أن ننتج كل المواد التي تعنى بهذا الوباء وقدرنا أن نضوي على بعض الصناعات اللبنانية اللي بتشجع من جهة للتصدير للخارج لمنتجاتنا ومن جهة أيضا خلق فرص عمل للبنانيين كمان حيولنا أن نلاقي هوية موحدة للإعلام العام وبالتالي من الضروري أن الإزاعة والوكيل الوطني للإعلام وتليفزيون لبنان يكونوا عب يحكوا لغة وحدة هي لغة الوطن هي لغة المصلحة العامة والمجتمع ما لازم المزيع أو المحرر أو أي شخص عنده برنامج أن يكون عب يعكس وجهة نظره أو وجهة نظر فريقه السياسي نحن نآمن أنه كل شخص عنده رأي سياسي معين أو عنده انتماء سياسي معين وهيدا جيد وهيدا محبت كتير ولكن لازم تكون هويتنا وطنية وقضيتنا وطنية فكمانا كنا عم نشتغل ولازلنا على التعاون بين كل هالأزرع للإعلام العام لحتى يكون فيه تعاون بيناتهم ليكون فيه تناهم كمانا بشكل بيخدم المصلحة العامة بموضوع الإزاعة اللبنانية كان لدينا سياسة عامة أيضا وضعت سياسة عامة للإزاعة التي هي ترسيخ الشعور الوطني والانتماء وغيرها وكمان ضرورة التوجه رقميا لأنه هلأ الإزاعة ما بقى بس الواحد يسمعها بالسيارة صار فيه أوجه أخرى تحولت رقمية بس كمانا استعمالها صارنا نحن من نسمع البودكاست مثلا الواحد هو عم يركض على الكورنيش أو عم يعمل رياضة أو هو على المسبح وبالتالي لما تغير نوع استعمال الإزاعة من الضرورة كمانا أن نحن نغير التقنيات المستعملة فعلى هالأساس أهدافنا لهالسنة أن نتحول رقميا كمانا بموضوع الوكالة كنا باجتماع حتى مع الوكالة لحتى نجرب نعمل اتفائيات شراكة وتبادل معلومات مع كل الوكالات الوطنية بالعالم لأنه من الضرورة الخبر الرسمي الموثوق أنه يوصل لكل أقاسي العالم مباشرة من دون ما يوصل بقنوات يمكن غير رسمية وبالتالي لا تعكس الخبر الصحيح وهون في ضرورة أن نحن نعزز الاتفائيات والشراكات العالمية أنه الكل بينطر الخبر من الوكالة الوطنية للعالم اللي هي المصدر الرسمي الأول في لبنان وفي العالم العربي يعني دائما بيعتمدوا على خبر الوكالة نعم وهلأ نحن عم نعزز هذا الخبر ليصير الخبر الرسمي اللبناني بكل أنحاء العالم تلفزيون لبنان كمان الهدف الأساسي والأوحد هلأ هو تعيين مجلس إدارة مجلس إدارة بعينه مجلس الوزراء في ظل غياب حكومة وغياب مجلس وزراء هلأ أنا بإطار دعوة قضائية أمام قضاء العجر لتعيين مدير مؤقت لتلفزيون لبنان لحتى هو يحل هالمشاكل الكبير اللي عم نمجها لأنه مثل ما بتعرف أنه وزير الإعلام هو منه وصع التلفزيون ولكن هو بمثل الجمعية العمومية اللي هي الدولة اللبنانية وبالتالي لازم يكون عم يندار بشكل صح إذا عم تنتزل القرار القضائي نحن هلأ إشارة أنه الحل المسجل يمكن بعد البث يكون صدر إن شاء الله أنا عم بتبعه ما عم بتدخل أبدا بمين القاضي أو شو القرار اللي بياخده ولكن عم بتدخل أنه يكون فيه إسراع كبير بأخذ هذا القرار وإنه أهم شيء القرار يكون مبني على معايير مهنية من دون أي تدخل سياسي وأنا عندي كامل أصيقاء بقضاء العجلة إنه ياخد قرار بياخده مثل ما إنها المؤسسة للنهوض فيها وكمان عم نشتغل هلأ على موضوع أساسي اللي هو هدفه من أول نهار أرشيف التلفزيون لبنان والإزاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام هيدا الكنز الكبير والسروي اللي هي مثل ما قلنا تراثنا الإعلامي نحن من الضروري نأرشفها وهلأ كمان سئة الدولة الفرنسية فينا كانت كبيرة لأنه نحن قدرنا أن نحصل على هبة من الدولة الفرنسية ومن خلال السفارة الفرنسية باللبنان والسيدة أنجريو أنه نحصل على هبة لأرشفة كل المواد الإعلامية للإعلام العام هيدا بساعدنا على أن نحاول فرنسي هل عم يشتغل بالأرشفة أو فريق لبناني بالضمن هبة فرنسية؟ سؤالك حلو لأنه هو مشترك رح يكون فيه فريق رح يوصل على الوزارة أكيد لأنه نحن عنا حرص أنه هيدا الأرشيف ما ننقله لخارج لبنان فالفريق رح يجي على الوزارة الفرنسية ورح يكون فيه فريق بالمقابل هو مألف من كمان أعضاء من الوزارة والتليوزيون رح يشتغلوا سواء لحتى نقوم بنوع من المكننة لهذا الأرشيف ومن بعد استخدامه بشكل كمانا بيعرض هيدا الأرشيف على شكل معرض على شكل متحف على شكل كمانا ممكن يكون بشكل رقم ينقدم نشوفه هيدا بعتبره فينا نقول تعتبر إذا أنت أنتجت بهالعهد اللي فيه أنت وزيرة أعلام حتى كان حكومة تصريف أعمال وشفنا مقاعدة مثل باقي الوزارة وكتي عم تشتغلت تعتبر حالك أنتجتي وأنجزتي؟ أنا بعتبر أنه كل يوم ما كان يمرق يوم من أيامي بالوزارة إلا ما عم بطرح فيه أفكار ومشاريع وكيفية تنفيذها فكنا عم نشتغل مثل المشط بالوزارة على قول أحد الأصدقاء مثل المشط يعني ماشي ماشي بالمشاريع بنفس الوقت كلها سوى من دومها نتوقف نعتبر أنه تصريف الأعمال هو واجب علينا أن نصرف أعمال والأعمال اللي بتخدم الدولة بالنهاية هي ما في تضارب مصالح مع أي جهة وأكيد هيدا الأعمال المنتجة ومسمرة وعم تأتي بنتائج ملموسة عم نشوفها من ناحية أرشيف تليفزيون لبنان والإزاعة من ناحية حتى الشراكات لأنه بزيارتي لمصر اللي هي ثلاثة يام ما كانت طويضة ولكن كانوا مواعيدي ولقاءات مكسفة مع وزير الإعلام السعودي والوزير الأردني ومع الوزير الكويت ومع أيضا رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام لحتى نقدر نوصل لشراكات مع هيدا الجهات اللي كمان أبدت تعاون كبير شو الانتباعات اللي تركتين عندن؟ شو الوعود اللي أتوكيها؟ أين أبدت وقف عند الكلام اللي صار بينك وبين الرئيس السيسي ما حكينا عنه بالمحور الأول؟ بداية أكيد كان أول شيء كان عند زيارة لرئيس السيسي مع سائر وزراء الإعلام العرب كان إلي كلمة وسجلت فيها موقف لبنان يلي هو شكر للجمهورية المصرية على كامل الدعم اللي عم تعطيه والمساعدات العينية المباشرة أيضا اللي عم توصل لكافة اللبنانيين وكمان كان عندنا تمني أن يكون في عطول هذا الشراكي وهذا الانفتاح على لبنان خاصة أنه نحن بتجمعنا العديد من العوامل المشتركة وتراس الإعلامي حتى العريق يلي بميزنا وبميز مصر وأيضا الإنتاج للدرامي وغيرها كان عندي كمان زيارة لأمين عام جامعة الدول العربية معالي السيد أبو الغيات وكمانا كان في عنده حرص على لبنان مثل الرئيس السيسي كان عندهم خوف على لبنان وقلق على لبنان وعلى هالمشهد اللي عم نشوفه ودعم لألو وكمانا تمني بالإسراع بتشكيل حكومة رجعت انتقلت لزيارات وزراء العرب كان فيه كمانا لقاءات جانبية معهم كان فيه يعني دايما كلهم بيحبوا لبنان كتير بيدعموا لبنان كتير بيعتبروا انه في بعض الظروف يلي هي عم بيمرو فيها لبنان ظروف كتير صعبة وغير مسبوقة ما فينا نقول انه هلأ لبنان هو عم بيمرو بأزمة ورح يطلع منها متل ما كان يصير قبل لأن يمكن اذا طلع من هالأزمة يطلع بشكل مختلف او بيكون كمانا خسر كتير من عناصره ومقوماته يلي تميز فيها فمن شان هيك كان كلهم عندهم حرص وتمنى انه يكون فيه وعي عند المسؤولين اللبنانيين بأخذ القرارات كل واحد بما يطاره وكمانا مثل ما قلت على الصعيد الاعلامي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كمانا ابدع كتير تعاون وكان فيه توجه ولازلنا هلأ عن نشتغل عليه انه يصير فيه نوع من المشاريع المشتركة والبرامج المشتركة بين التلفزيون اللبناني والتلفزيون المصري بين الإزاعة اللبنانية والإزاعة المصرية وايضا يكون فيه مساعدة وتسهيل للعديد من الأعمال المشتركة حتى صناعة الدراما اللي كنت حكيتي عنها بالتعاون العربي الدراما هي بتميزنا اكيد بتميز مصر وكمانا نحن كمانا طرحنا موضوع انه يصير فيه تعاون على مستوى الانتاج الدراما ويكون فيه هون نسبة من الممثلين أو من المنتجين اللبنانية أو المصورين أو المخرجين يعني كل الطاقم الإعلامي يكون عم يشارك بشكل كبير بمشاريع إعلامية أو سينمائية بمصر كمانا بمدينة الانتاج الإعلامي اللي هي بتنتد على مليونين متر مربع كمانا كان فيه تعاون وتجاوب كبير من الوزير أسامة هيكل اللي هو عم بيرأس هيدة المدينة لحتى يكون فيه نوع من الانتاج المشترك وأهم شيء أنه نحن نستفيد من المعدات يلي هني عندهم إياها كمعدات للأرشيف لحتى نقدر نستعملها نحن عنا بأرشيفنا أو تساعدنا كمعدات بتليفزيون وبالوزارة وأكثر من هيك أنا حبيت الستوديو إيموجو تان يلي هو استوديو للشباب يلي يراعي تقنية السمارتفون بالإنتاج الإعلامي هيدا الستوديو الوحيد الموجود بالمنطقة كمانا كنت عم بحضر لسيدة لبنانية من بيت القطر يلي نجحت بمو بسابقة عملوها وراحت لحتى تقوم كمانا بعمل إعلامي هنيك فهيدا كمانا طلبت أن يكون فيه تعاون بيننا وبينهم ده نشجع الشباب أن يقوموا بأعمال إعلامية بين مصر وبين لبنان نعم بمسيرتك الإنتاجية إذا ما ننتقل من الإعلام إلى المال أنت كنت قبل ما تسيري وزيرة إعلام رئيسة مصلحة دائرة التدقيق رئيس مصلحة التدقيق والاسترداد في الدريب عليم المضافي نعم والاسترداد القيمة المضافة داي قدرتي تسبتي حضورك كامرأة وتكوني منتجة بهذا القطاع وهو قطاع أسعب من قطاعات الأخرى أنا بشوف أنه فيه تقاطع كتير كبير بكل مجالات العمل اللي عمل أم فيها لأنه كلها يتبدى مال وبدى قانون وبدى إدارة وبدى أكيد ضمير حي لواحد يحكم عقله ويأخذ لقرار الصح فتجربتي بيئة المالية 23 سنة بالقطاع الضريبة وقبلها كمان وخلالها بكل دراساتي اللي هي دراسات مالية قانونية وضريبية ساعدتني بوقتها أكيد لحتى كنا عم بشتغل بمهنية عالية ومثل ما قالنا دايما لمصلحة الوطن ودايما للتطوير لأنه كمانا كنا عم نشتغل ببزارة المالية على توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف ملتيلاترل مش ثونائية بس متعددة الأطراف مع كذا دولة بالعالم سواء من خلال OECD من خلال كمان صندوق النقد الدولي لنقدر أن نكافح التهرب الضريبين كافح كمانا تهريب الأرباح إلى الخارج والجنات الضريبية وغيرها فأنا كنت كمانا عنصر مشارك بهذا الورش العمل وهذا التنسيق كمانا كنت ببزارة المالية عم بشتغل على كمانا كنت ضمن عضوية دائمة من صندوق النقد الدولي وأيضا الجهات الشركاء بهذا المشروع لحتى نقيم الإدارات الضريبية بالعالم فأنا أيضا اعتمدت كعضو دائم بتقييم الإدارات الضريبية بالعالم كان عندي تجربة كمانا بتونس بتونس كانت تجربتك لحتى نحن نوقف عند أفضل الممارسات أو خلينا نقول الممارسات الجيدة بالعالم حول كيفية إدارة الضرائب وشو هي أفضل الممارسات بهذا الموضوع وهذا كتير مفيد لأنه بالنهاية خاصة نحن بدولنا العربية الجزء الأكبر من إيرادات الدولة هي من الضرائب أكتر من 70% وبالتالي إذا حرصنا على أن نكون هيدا القطاع عم نديره بشكل جيد بينعكس على اقتصادنا وبينعكس على إيرادات الدولة وعلى كامل أيضا الممارية العامة ولكن بيبقى العبرة بتنفيذ أو بالإنفاق لأنه إذا كان الإنفاق العام عم بيكون في هدر وعم بيكون في فساد ما عملنا شيء يعني فعليا نكون فاتحين في حنفية وبنفس الوقت بيكون عم بروح كل هالمال على مكان لنرتجيه هيدا التجربة أكيد استفدت منا بوزارة الإعلام بدراسة موازنة وزارة الإعلام وكيفية كمان الإنفاق وإعداد الموازنة استفدت منا بشكل كبير بأخذ القرارات أو بإعطاء رأيي على الأقل وإبداء التصويت بمجلس الوزراء لأنه تأكد أغلب القرارات هي مرتبطة بجزء كبير بالشق المالي وفي جزء كمان الشق المالي يلي هو أنا كمان كمان يعني اشتغلت عليه بمسيرة المهنية ومسيرة المهنية كمان معالي الوزيرة أنت مدربة مشاركة بمؤتمرات محاضرة تلقي ندوات في لبنان أو بالعالم العربي أيضا كمان إليك صولات وجولات بمعهد باسي الفلاحان سابقا يعني بالتدريب أدي تركتي فيها أنتجي هذه المرحلة كمان كمدربة أنت كمدربة أكيد أنا بعتبر المعلومة إذا كانت عنا واحتفظنا فيها فعليا ما بتقدر أن تخدم مجتمعنا فمن الضروري كل هالمعلومات يلي نحن جمعناها وكل هالخبرة اللي جمعناها نكون عم نقدر كمان نوصلها لغيرنا لا يستفيدوا من تجربتنا لأنه حلو الشخص يتعلم من تجارب غيره ما في وقت لواحد يكون ملم بكل شيء وهيدا اللي سعيت له أنه مش بس أو بتوقف المعلومة محلة ببطل يتطور المجتمع إذا كل حدا بده يخبي لنفسه المعلومة ما بيقدر يفيد فيها المجتمع تماما أكيد أكيد أنا أعتبر أنه أكيد كنت أنا استفيد حتى من هالتدريب اللي أعطيه أو من هالتعليم بالجامعات اللي أعطيه بالجامعة الأمريكية بالأيو بي أو بالي اس جي باليسوعية لأنه دايما لما تكون أنت عم تدربة عم تحضر مادة ولما عم تحضر المادة تكون أنت عم تلمي بكل ما هو جديد من تطورات بهذا القطاع فتكون عم تعملي تحديث للمعلومات اللي عندك بشكل غير مباشر وأكيد عم تخدم غيرك لما أنت توصلين هالمعلومة وتشرحين لهم عنها وتنقلي تجربتك لإلهم فعلى هالأساس أنا حرصت أنه بالإضافة لعملي بالوزارة سواء بالمالية أو بوزارة الإعلام أنه دايما يكون إلي محاضرات ويكون عندي تدريب ويكون عم بقوم بتعليم الجيل كمان الجيل الشباب لحتى نقدر أنه نوصل هذه الرسالة نوصل هذه المعلومات ونقدر نتبادل كمان معلومات بمحلات معينة خاصة بالمحافر الدولية من الضروري أنه يكون في تبادل للأفكار للمشاريع وللمعلومات بيننا وبين الجهات الأخرى أكاديمياً أنت أستاذة محاضرة باليو أس جي والجامعة الأمريكية كيف علاقتك مع طلابك مع هيدا الجيل الشباب اللي عم تحكي عنه وشو الرسالة اللي دايماً بس تفوتي لتحاضري بالطلاب بتكون براسك أهدافك وماذا أنتجت أيضاً دكتور عبدالسامد في القطاع الأكاديمي هلا دايماً أنا بقول الشخص لينجح بده يحب الشي اللي عم بيعمله وأنا التعليم كتير بحبه بحس حالي أنه تلميذة كمانا بس فوت على الصف بحس حالي كتير ملتاحة بحب تلميذة كتير وأكيدة بعرف أنه أنا كتير بحبوني وكنت دايماً أتعامل معهم مثل أولادة وكنت شوف فيهم أولادة لأن أولادة نفس الأعمار كانت يعني بسائب تقريباً بنفس الأعمار فعطول كانت نصيحتي لأيرون عدا عن المادة التعليمية اللي أنا عم بعطيها اللي بشرحها كمانا بطريقة يعني مفهومة وبطريقة براكتيكل مش بس نظري يعني أنا بحكم تجربتي على الأرض لأنه كنت تعلم ولا زلت الموازنات الدرائي بابليك بودجيتينج الليدرشيب المانجمينت هولي كلياتهم هن فيهم مهارات تقنية وفيهم مهارات كمان شخصية يعني واحد مش بس أنه لازم ينجح بالأمور المالية لازم يكون يعرف يكون عنده مهارات التواصل يكون عنده مهارات يعني صوفت سكيل اللي لازم كمان يشتغل عليها وليك نجحتك وزيرة أعلم بالتواصل فأنا بحس أنه أنه كنت دايماً أشتغل على على كل هول المهارات يعني وصلهم المعلومة بس نفس الوقت كنت أدوى فيني ساعدهم لحتى يطوروا مهاراتهم بالتواصل مع غيرهم بالحوار بالتفاوض لأنه كل شي تفاوض يعني أي شغلة بأراراتنا نحن هي عبارة عن رأي ورأي آخر بالتالي أنت عم تتفاوض لتوصل على أرار نهائي أو عموقف معين هولي كل ياتهم أرى برأي بكملوا الشخص فكنت أشتغل على الشخص كشخص مش على جهة معينة جهة مالية أو جهة تعليمية بإطار ديق وهيدا يمكن لما كنت أحكي من قلبي وبيهيك اندفاع وبمحبتي للمادة اللي عم بعطيها وللأشخاص اللي قبالي يمكن كانوا يعني يحبوا والصفوف اللي يحضروها وكاني كمان يعني لاحظ أنه فيه فيه كسافة للتلميز بالصفوف اللي كنت أعطيها دكتورة منال عبدالسامد أنت وزيرة وأنت أيضا أم وأنت سيدي يعني بعض شبابك أولادك شباب بس أنت بعضك شابة أيضا من عمري بأول الأربعين فكيف العلاقة اللي بتربتك مع أولادك اللي هني اليوم بالجامعة عندك مواهب بالبيت عندك نموذج هيكي مثل سينفوني كلهم على بعضهم بيعطوا شيء كتير حلو كارول ورامي جو وريان كيف هالعلاقة مع وزيرة الإعلام اللي هي جدية الأمة الحنونة المتساهلة ومع زوجك تحديدا هيك صورة العيلة مشهديتي كيف نحن إذا بتفوتي لعننا يعني هايدي اللي بسمعها من كذا شخص بفوتي لعننا اللي بيميز هالبيت هي المحبة يعني فيه هيكي ألفة بين بعض بشكل بتفوتي بتكوني مرتاحة وعادة المحبة بتلمسية يعني مش بالحكة بتلمسية بتلمسية بالشعور بالجو فالجو العام عندنا فيه محبة الجو العام فيه هيكي تناغم مثل ما قلته فيه جو فني لأنه كتير هني هيدا بيانو هيدا بيغني أوبرا فبتلاقيهم هيكي بيكملوا بعض أنت بتغني معهم؟ اي بس بشكل ما يكون مبين لأنه صوتي مش فني فأنا بحس أنه هيدا الأساس ربينيهم على أنه يكون فيه مواجهة يعني شخص مزعوج من أي شي يكون فيه مواجهة بيأتعاطي ما يحط بقلبه يعني فيه رحية سعادة بالبيت سعادة تنبع مش من الظروف اللي برا بتنبع من داخلك لأنه إذا بيطلع على الظروف اللي حولنا أكيد الظروف في كتير سيئة ما بتدعي للسعادة فأنا بقول دايما ما تنتر السعادة اللي تيجيك من برا أنت بتخلق سعادتك وسعادتك هي بالأناعة سعادتك هي بأنك تفكري بمحبة تجاه غيرك أن تحبي لغيرك مثل ما تحبي لحالك هولي هني بس تزرعيهم بالبيت بتلاقي حالك أنه موجودة السعادة والأناعة أهم شيء وقتفطيهم بختام الحلقة معالي الوزيرة بتتطلع بكاميرتك وتتوجه إلى الامرأة اللبنانية اللي هي مترددة أن تكون منتجة وفعالة بالمجتمع اللبناني شو بتنصح يا بتقليلة بختم بهيدا الرسالة أنا بدأت شكرك ستريما وأنا بوجه ندائي لكل سيدي أنه كوني قد حالك عرفي حالك شو بدك أهم شيء تحددي هدفك وأي هدف قادرة توصلي له إذا كان عندك الإرادة وكان عندك التصميم لأنه طالما أنت عم تصطدمي بعقبات يعني أنت على الطريق الصح وما تخلي العقابات أن هي تأثر على مسيرتك خليك مكفية بتوصلي ورح توصلي طالما أنت بتحب الشيء اللي عم تعمليه وطالما عندك الإدراء الفكرية وعندك الإسمام والإسرار والتصميم على أنك تقوم بهذا الشيء أنا بدأت شكرك معالي وزيرة الإعلام دكتورة منال عبدالسماد وشكرا على مسيرتك الانتجية اللي بيستفاد منها المجتمع اللبناني والسيدات اللبنانيات أهلا وسهلا فيك يا عبر مريم تيفي تشرف مشاهدين إلى هنا تنتهي حلقة سيدة الإنتاج مع الوزيرة منال عبدالسماد منبتقي معكم الأسبوع المقبل أبغى تركنا موسيقى